اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة ما دام الفرق دان وكرر جديدان لا زال الكلام في برنامج الإمام الرضا عليه أفضل التحية والسلام الذي بينه إلى أبي الصلط الهروي وتكلمنا في القسم الأول من والقسم الثاني شهر رمضان شهر العطاء الإلهي شهر لابد أن يغتنمه الإنسان ومن خلاله يقبل ومن خلاله يتوصل الإنسان إلى المراتب العليا من الكمال والورعي والتقوى الكثير يتصور أن أفضل الأعمال في شهر رمضان الكريم هو تلاوة القرآن الكريم أو أفطار الصائمين أو الصدقة أو الدعاء أو الاستغفار الذي يلاحظ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان الكريم في آخر الخطبة وقف أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والسلام قال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الورع عن محارم الله إذا بدأ الإنسان في تسكية نفسه ويقلع من ذنوبه والمعاصي ويزكي نفسه ويجاهد نفسه هذا هو أفضل عمل يقدمه الإنسان في شهر رمضان الكريم وعندما تمضي أيام شهر رمضان الكريم يكون لابد أن يحصل الإنسان على ملكة التقوى ويكون صافيا لله عز وجل من ذنوبه ومعاصيه ففي برنامج الإمام الرضا عليه السلام في الاستعداد لشهر رمضان الكريم قال عليه أفضل التحية والسلام يا أبا الصلد لا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا قلعت عنه واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلى نيتك إذا أراد الإنسان أن يكون من الموفقين والمرحومين والسعادة في شهر رمضان الكريم لا بد أن يصفي أموره ما بينه وبين الناس بإرجاع الأمانات إلى أهلها وبإزالة الحقد والنزاع من قلبه تجاه الآخرين وأخوانه المؤمنين لأن هذه الذنوب والمعاصي لا يمكن أن تفتح الباب لنزول البركة والرحمة والمغفرة من الله عز وجل تصبح حاجبا كيف يريد الإنسان من الله عز وجل أن يرحمه في شهر رمضان الكريم وهو ظالما للآخرين مؤذي للآخرين مورد أذية إلى الناس فلا بد أن يقلع من هذه المعاصي والذنوب كيف يقلع من هذه المعاصي والذنوب بالتوبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابهم ولذلك يقول إمامنا الرضا عليه أفضل التحية والسلام ولا تدعن أمانة أمانة في عنقك إلا أديتها ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا قلعت عنه واتق الله يجب على الإنسان قبل دخول شهر رمضان الكريم أن يمسك ورقه وقلم ويعدد ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها ومستمر عليها ثم يبدأ في العلاج والتصحية ففي أول يوم من شهر رمضان الكريم أن يكون هذا الإنسان قد أتمم حساباته مع الآخرين ويتوب إلى الله عز وجل ويقلع من هذه الذنوب والمعاصي ويدخل في شهر رمضان الكريم تجد هذا الإنسان الذي يبادر إلى هذا البرنامج الذي وضعه إمامنا يكون من الموفقين ومن المرحومين ومشمولا لعطاء الله عز وجل في شهر رمضان الكريم والتوبة أن تكون توبة خالصة لله سبحانه وتعالى كيف يشعر الإنسان إنه أصبح من الموفقين ومن التائبين وقد بدأ صفحة بيضاء مع الله عز وجل عندما يتوب توبة خالصة نقية لله سبحانه وتعالى شاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرتكب الذنوب والمعاصي فخرج إلى أحد قمم الجبال باكيا حزينا وانكسرا نادما على ذنوبه وأفعاله وقد وضع السلاسل والأغلال في يديه وقدميه بعد فترة من الأيام نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن الله عز وجل قد تقبل توبة ذلك الشاب فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابهم حتى وصل إلى ذلك الشاب وجد ذلك الشاب نحيل البدن متغير اللون باكي حزين منكسر نادم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على كتفه قال يا فلان أبشر ما الخبر يا رسول الله قال إن الله عز وجل قد تقبل توبتك من شدة الفرحة وخبر النبي وبشا وبشارة النبي وقع ذلك الشاب ميتا بالتالي مضى إلى ربه نظيفا نقيا من الذنوب والمعاصي هنيئا له المحل الشاهد هذا التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه قال هكذا تدارك الذنوب هكذا توب إلى الله عز وجل في آخر أيام شهر الشعبان هذه الأيام لا بد أن نرجع حقوق الآخرين ونزيل الحقد من قلوبنا ونبدأ صفحة بيضة مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى ونطلب العون والتوفيق من الله عز وجل في هذا الأصلاح فالله يمدنا بعونه ولطفه تبارك وتعالى حتى ندخل إلى شهر رمضان الكريم النفس نظيفة بيضاء السواد المتراكم والظلم المتراكمة من الذنوب والمعاصي على القلوب يصبح القلب أبيض نقيا فندخل في ضيافة الله في عطاء الله في رحمة الله في مغفرة الله عز وجل ونسأل من الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا ويزيدنا ورعا وتقوى ونكون بالتالي من السعداء في دار الدنيا والآخرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب كيف يشعر الإنسان أنه أصبح قريبا من الله هناك بعض العلامات من هذه العلامات أن يذكر الموت ويفكر في رحيله من دار الدنيا إلى دار الآخرة في سكرات الموت في ظلمة القبر في ضغطة القبر لأن هذا التفكير وزيادة هذا التفكير دليل على قبول التوبة والمحبوبية عند الله سبحانه وتعالى وفائدة هذا التفكير يهدم لذات الدنيا يقطع يجعل القلب بعيدا عن الدنيا وملات ذاتها من العلامات التي تدل على الإنسان أصبح موفقا ومقبولا وحبه إلى إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى التهجد في الليل والاستغفار والدعاء وحبه إلى الصلاة هذه علامات تدل على الإنسان بدأ يقترب من الله سبحانه وتعالى ومحبوبا ودنى من كرامتي ومحبتي وعنايتي ولطف الله سبحانه وتعالى ويواضب على هذا البرنامج الذي بيّنه الإمام الرضا عليه أفضل التحية والسلام حتى يصبح من الموفقين ومستفيد من شهر رمضان الكريم قال إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والسلام كم من صائم ليس من صيامه إلا الجوع والضمى وكم من قائم ليس من قيامه إلا السهر والعنى إذا إنسان ما فعل موعظة الإمام في قلبه ما فعل برنامج الإمام الرضا عليه أفضل التحية والسلام في قلبه وفي نفسه سوف لا يستفيد من عطاء شهر رمضان الكريم يقول أمير المؤمنين كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والضمى وكم من قائم ليس من قيامه إلا السهر والعنى أما مع المواظبة على برنامج إمامنا الرضا صلوات الله وسلام الله عليه الذي خلاصته أن يعرف قيمة شهر شعبان وإذا كان مقصر في شهر شعبان فيما مضى منه فليتدارك في هذه الأيام القليلة من شهر شعبان ويصلح نفسه ويزكيها ويصلح نفسه بينه وبين الناس وبالتالي يدخل عليه شهر رمضان الكريم وهو نقيا مطمئنا مشمولا في عطاء الله سبحانه وتعالى ويستحق أن يكون ضيفا عند الله تبارك وتعالى ثم ختم إمامنا الرضا عليه أفضل التحية والسلام في موعظته لأبي صلت الهروي قال وأكثر من قول اللهم أن لم تغفر لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر قابا من النار حرمة لحرمة شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين ويجعلنا من التائبين ويجعلنا من الموفقين ويجعلنا الله عز وجل من الذين يتقبل منهم العمل من الصيام والدعاء والصلاة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة